في الفيديو الثاني عم بقوله الأخ من نفسه نفس الموضوع نعمل له بلاي أخي هامس بعد ذلك إذا كان يقصد أخي هامس شو هالفتنة التي يفوتينها الناس اليوم سوركت عم بشرب حليب إن شاء الله صحة تشاكلة ملك ولا ما يبكي على الحلان شرب أخي فتنا الناس اليوم هل بيجيئ لولاك مسكرات وما بيسكوا مسكرات أنا هذا اللي بيحكي عليه على فكرة أنا مبطئ لكحول على فكرة الناس يقول لي بتشرب كحول يا ميتو أنا والله بشرب حليب وانا نشكفك بس نفكرين إحنا تركنا ديب شعن نشرب كحول أنا هاد بيقول لك آخر شي بيطلع علينا شو عم نعمل هاد بيقول لك عليه إنه الدين بيقيد المعرفة نعم لما يقول لك أنت لما تسأل مثلا في سبع أراضي ولا ما في سبع أراضي بيقول لك أنت إذا كتعرف كل شي خلاص ما مهم يعني مثل ما بيقول لك واحد من الشيوخ بيقول لك سأل عم ما ينفعك هاي من الأمور برأيه من اللي ما بتنفع نعم فعلا هاي تقييد المعرفة حقيقي فعلا لأنه لما أنت شخص عم تقول له بأنه الله أو الدين تبعك يدعي أنه إله الكون خلق سبع أراضيين طبعا إذا نفوت بالتفاصيل تبع النون خصوصي إذا بنرجع على مفسلين الأوائل أيام الصحابة والتابعين تبع النون هذا موضوع الحوت هذا مصيبة هربوا منا أخباء مسلمين ومن مرئلكون إياها لأنه أنتوا بالقواعد تبعكم ضعفتوا هاي الروايات لكن خلينا من مرئلكون إياها خلينا نمشي بس على التصور القرآني يعني هو مثل ما قال الآية على فكرة الشصديقي اللي قال أنا ما بأخذ بإله حديث هذا ما له حديث صديقي طبعا العذاب هذا سبع حديث لكن خلق سبع سماوتي ومن الأرض مثلهن هاي آية قرآنية فالتصور القرآني أن هن مطبئين فوق بعض مثل البانكيكس أنا بجيبها بالمثال دائما يعني هو البانكيكس هيك بتطبقه فوق بعض بالبريكفسد أراضين سبعة وسماوات سبعة فوق بعض الله بتلانا أنه نحن أهل الأراضين الأولى طبعا في تفاصيل الأراضين أخرى بين الأرض والأرض مسيرة خمسمائة عام وفي إلها ناس تانين الله خلقهم وفي ناس تغرب عندهم الشمس قصة طويلة فهذا التصور الشيخ هون عم بيضحك وعم بيقول طبعا مع حبي لله واحترامي لله عم بيقول أنه الناس ابتلوا بوقتنا الحالي من عند الله نفسه البلوي بالمناسبة لا يبتلي إلا الله فالناس ابتلوا أنه حبوا بيحبوا يعرفوا كل شيء لكن ما لازم تسأل عن هاي الأمور لأنه شو قالك هاي الأمور غيبية شو يعني غيبية؟ غيبية يعني لا يوجد أي دليل أو أي سبب لتصديقها لا يوجد أي دليل على وجودها لا يوجد أي دليل على صحتها ولا يوجد أي سبب لتصديقها هذا هو الغيب تخيل أنا اليوم أقول لك أي أدعاء هامس أي أدعاء أنا السنة الجاية أو مو السنة الجاية بيومنا أيام لحصير رئيس أميركا بتقلي شو الدليل؟ بقل لك غيب هذا الموضوع حبيب شو معناها؟ ما عندي أي دليل على الموضوع وما في أقدم لك أي سبب تصدقه لكن شو لازم تعمل بنفس الوقت يا هامس؟ لازم تصدقه لازم تتقبله على أنه حقيقة هذا هو الغيب بالدين وبيتفاخر فيه الإسلام قرآن الله بيقول لك المؤمنين هم الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ويقومون الصلاة ويقومون الذكاء فأكمل شيخينا نشوف شو عمي كنام صحيح كوننا لا نعلم إن كانت موجودة لا ينفي وجودها لكن تعب شو الذي ينفي وجودها؟ الواقع التجارب اللي إلها تكرار الرصد هاي الأشياء تنفي لما بتقول لي أن الأرض مثلثة وأنا بيقول لك أنا يبدو لي أن الأرض بانانة شابت على شكل الموزي أنا ما فيك عدم ما فينا نعرف إن كانت مثلثة أو بانانة هذا الشي ما بينفي إنه هي بانانة ولا مثلثة لكن تعب شو بينفي تجارب رصد حقيقي هاي الأشياء بتنفي بتجينا عنا لأخر شيء الإحصائيات العلمية بتقولنا أنت غلط وانت غلط لا لا مثلثة ولا لبانانة طلعت مكورة أو بالأصح مفلطحة هذا اللي بينفي فأنت ما فيك تختبئ ورا كلمة بما أنه لا يمكن فهي صحيحة ما فيك تختبئ بما أنه لا يمكن إثبات فهي صحيحة أنت هذا اللي عم تقوله شيخ هذا غلط مغارطة منطقية يعطي كعمل الجهد هذا هو الجواب افهموا افهموا او مغطاب السؤال فهموا فيها بي بيقول لك هذا هو الجواب مو أنه ما عم بيطح أنا فكرته حينتقده عمر أخي هامزة اليهودي وسؤاله منطقي يا يا بس أنا أحاول أجيب لك مثال نطبقه أنا وياك للمغارطة كم في أي بيمين نعم لكن اليهودي سؤاله منطقي يعني يعمل له إذا إذا جني عرض السمات والأرض ما ظل مكان للنار يعني السؤال منطقي بيختار على باله أعرف هك نعم أفقل له وين الليل إذا أجاه النهار قلت لك تذكرنا قلت لك أنهم بيعتبروا وكانوا بيفكروا الليل هو أبجيكت والنهار هي أبجيكت انت بتلمسه بوجود أعرف شو وين الليل بتشوفوا؟ بتشوفوا؟ لا بمشوفوا خلص نعم بعرة بعير أثرة مسير بحر ذات أرض ذات فجاجة وبحار ذات أمواج نعم خلاص العليم خبير عمر أثابه الله طبس 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 فوراً بمغارضة تبديل عبد الدليل فوراً فوراً تبديل عبد الدليل أنا عم بسأله لهامس إذا إذا البس تبعنا موجود على الفيسبوك وعليوتيوب نفس الوقت كيف أنت عم بتقول الموجود أيضاً على تويتش هسأل فهو هامان بيقول لي طيب أنت وتطفي سيارتك وين بيروح البنزين مثلا هاي هي يعني شو دخل هاي بي هاي هاي اسمه تبديل عبد الدليل الزلمة صاحب السؤال هذا اليهودي اللعيد الكافر اللي عم بيستدرج الإسلام دائماً يهودي دائماً إعرابي اللي عم بيسأل سبحان الله هذا الي عم بيستدرج الإسلام سأل سؤال جيد خلينا نقول يستوجب إجابة فالشخص صاحب الإجابة ما عنده إجابة أم شو عمل بده لعب الدليل عليه قال له انت تعيحكيلي إن تذهب شو قال له إن تذهب الشمس إذا أتى الليل هذا اسمه تبديل عبد الدليل انت لم تجيب وهو شو بيلك هذا هي الإجابة المغالطة المنطقية هي هي الإجابة عثابك الله والله يعني نحن ما عايشين أيام عمر يعني ما شاء الله بعينته هذا عمر إله المنطق حبيب بعينته هذا كاسح المنطق عمر أفضل الصلاة والسلام طبعا عم نقول إن باب مزح هو ليس نبي يعني لكن أنا في حديث عن محمد بيقول لو كان نبيا من بعدي إلا كان عمر شوف شو عبقر وهي كلمة إنه السماوات والأرض تعطي تكاثق بين التنتين عرفت بأنه السماوات هي مثل الأرض مع أنه بالواقع إذا نحن تساهلنا مع الإخوة المؤمنين بالقرآن واعتبرنا كل مرة الآية كانت عم تقول السماوات معناها الفضاء مع أنه لا تعني ذلك السماوات والقرآن ولا مرة تعني الفضاء حبيب تعني شيء آخر لكن إذا تساهلنا قلناكم تعني الفضاء الفضاء والأرض كيف ممكن يجتمعوا بمثال بأنه هن هن اتنين مشابهين لبعض الفضاء العملاق طبعا اللي فيهم مليارات زليارات الكواكب هاي المرصودة كيف يقارنوا بهالغبار البسيطي الاسمه كوارضية تقولي السماوات والأرض أساس متكافئات إنه ما له متكافئات وهي مصيبة ثانية أكيد يعني بس أموره زي العسل لحد هلا أكمل يا زيزي هذا كله هماه زيل على شو؟ هذا كله مبني على بشر بوقتنا الحالي بعد كل هذا التطور العلمي الواسطين ونحن خاصة بعلم الفلك مآمنين مو مصدقين مآمنين إنه في شيء اسمه سبع سبع أراضي غير الأرض تبعنا طباقة هذا كله مبني على هذا الشيء يلي بيقول لك الإلحاد جنون تعرف ماذا دخل الإلحادة؟ أولا تالي انت بتعرف إذا هو عم يقول لك بين السماء والسماوية بين أرضنا والسماء مسيرة خمسمائة سنة صح؟ وبين الأرض وبين كل واحدة واحدة كمان مسيرة خمسمائة سنة دائماً يعني تطلع مسيرة خمسمائة سنة؟ ولا شيء بالنسبة للهجام أنا حاسبة تطلع تقريباً ستة وعشرين مليون كيلو متر يعني قديش يا حزر يعني يعني بتحط فوق عشرة مليون كيلو متر كمان بتوصل على ميركوري نعم اللي هو عطارة يعني فيك تشوفه بالتليسكوب يعني حرفية بتعمل من أمازون للتليسكوب هذا أبو كلب بتجيبه وتشوف عطارة نعم هكذا لازم أنت تشوفها للسماء الأولى بتليسكوب أبعد من هذا كمان من أمازون بتجيبه بتجيب ضعف المسافة بتشوف السماء الثانية التي كان بها النبي عندما ضق الباب بتشوف السماء الثانية يعني ممكن نشوف مثلاً أنت مثلاً واحد من الأنبياء عم يروح ويجي وكذا ما هو أنت النبي طلع ودق البواب وفتحوا له باب باب السماوات وتشوفك تشوف هؤلاء البواب أنت لازم أنت كيف تحسب الشخص الطبيعي لما يمشي يمشي تقريباً بسرعة ستة كيلو متر بالساعة وحسب على هذا الأساس يعني بالساعة بعدين من 24 ساعة بعدين نضعفهم ويطلع معنا قريباً ستة وعشرين خمسة وعشرين كيلو متر فليش ما نريد أن نرصدهم للسماء الثانية؟ يعني نريد بالسماء الرابعة مثلاً يعني أنت تليسكوب ما أدعي له هوبل أنا تليسكوب هوبل لازم ممكن يجيب الله بذات نفسه الهبل تليسكوب إذا قد يرصد مجرات عم تتباعد وتتقارب لازم يقدر يرصد الله على عرشه جالس والملائكة تحمل عرشه وعرشوه على الماء يعني ليش ما فينا نرصدهم هايش يا أخي هل لأنه هي خرافات كآلو البشر لحتى يحاولوا يفسروا ولا لأنه الله خلقون بس بنفس الوقت خافيون ما فينا نشوفهم عم بقارجينا شغلة تانية كلياً اللي هي مجرات أخرى والنجوم أخرى بعدين الأراضي السبعة الأراضي السبعة هننن وين هنننجوها الأرض يعني أنت بتحفر وبتنزل تحت تشوفهم ولا هنن كواكب تانية ولا هنن كواكب تانية موجودة جنب الأرض طبعنا إذا كانوا كواكب تانية موجودين جنب الأرض طبعنا لازم نحن حرفياً نشوفهم نرصدهم لو كان يعني القرآن لو كان هو فعلاً القرآن فهمان أنه الأرض يعني كوكب الأرض وليس الأرض المسطحة صح هذا دليل على أنه ما بيعرف كان أنه في شيء اسمه كوكب الأرض اللي هو مدور وما في أنه بينزل على حفة وبينزل لتحت شوي بيلاقي في تحته أو إذا بيحفر اثنين كيلومتر مثلاً ممكن يلاقي أرض تانية تحته مثلاً أو شيء لا لازم تكون قراب كتير أخي هامس كمان بتعرف ليش لأنه على ما يبدو لهم قوم بيقول لك لهم قومون الله خلقهم لنا نعلم وبهم الله أعلم لكن هذا القوم ليش موجود عليه؟ لأنه الأرض تبعهم بتدعم الحياة لازم بمعنى لازم تكون قريبة على الشمس أو بالغالدي لاك زون لازم تكون بمنطقة بتدعم الحياة لا بيتجمدوا ولا بيحترقوا فليش ما فينا نرصدون؟ مو غريب نعم فهذه الحاديثة بيذتوها يعني بيذكروها بالزبالة بس شو بيذكروها بالوعز بالكذا بالكذا هلأ لما سألوا إياها شو بدي يجاوبهم؟ بيقول لك ماذا بني أعلم كل شي تلك؟ ماذا حاب تعرف كل شي نبتلعنا الله بحب المعرفة شو هالبلوة؟ لك شريك هاي الناس اللي عم تسألو هاي المجالس بأكدلك هاي الناس مشككة بالدين أغلبهم تركوا الدين من بعد هاي الإجابات لأنه هاي الأسئلة مو معتادة بالنسبة لأنه هاي كانوا من زمان مسلمات هاي أمور غيبية مسلمة لكن ليش عم بيسألوهم هدول الناس للشيوخ؟ لأنه عم بتفرجوا علينا هنفرجوا على مو نحنة بشكل عم بتفرجوا على ناس عم تنتقد هاي الأمور عم بيقرؤوا بوستات على الفيسبوك عم يشوفوا في شي غلط فعلا عم بيقرؤوا الآيات ما في داعي تطلع على الفيسبوك ولا على اليوتيوب بس افتاحوا القرآن واقرأ بتشوف انه هولي شيت في شغلات فعلا دازن ميك أي سنس فعم يجو بيسألوا هاي الشيوخ والشيوخ شوفت عينك عم بيأثمروا نعليهم بالإجابات الرائعة فثابهم الله خيرا أكمل عزيزي أكمل عنده مشكلة بطرح انه إله الكون يفترض أن يكون خارج الواقع تبعنا يفترض أن يكون ما وراء البيكبانج أشو بلك البيكبانج هو بداية الحياة المادية البيكبانج هو بداية استمرار الكون المادي الله خارج المادة الله خارج هاي البداية عنده كرسي جالس عليه جالس عليه وهذا كرسي وين على الماء على الماء لكن لما بتحاكي الإخوة المسلمين خاصة متكلمين بيلك لا يا قوسائي انت فاهم الله يعني نحن لا نستطيع هذا الترقيع هلت ذكرته ليش انت ما بتشوف السماوات السبع اللي انت عم تقول عليهم من أمازون بتجيب تريسكوب ترصده يا بودلس يا سطحي التفكير ليش ما فيك ترصدهم لأنه هنما وراء البيكبانج البيكبانج تبعنا وغير هيك هذا طبعا ما نكبه بزبالي الحديث هذا ضعيف هذا أخي هام ضعيف هذا الحديث هذا ما تركه تركه هلا فالآية أصدم انه السماء التانية بتبتدئ ما وراء البيكبانج وبعدها في سماوات سبع بعدين الله هاي الأشياء كلها خارج الواقع خارج المادة لكن من نفس الوقت الله عنده كرسي والله عنده نار بيخلق فيه ملائكة والله عنده طين بيخلق فيه بشر بهذا البعد يعني انت قبل ما يخلق الكون كان عم يخلق هاي الأشياء والكرسي طبعا على ماء ما بعب شو ما ليسك مثله شيء هذا وجالس هو على الكرسي بفعل جاذبية ليسك مثلها شيء لكن هذا كله خارج الوعي خارج الواقع طبعا ما وراء البيكبانج هذا كله هيك مناقشونا الإخوة المؤمنين على أنه انت فهمان الأمور سطحيا انت فكه السماء الأولى السماء الأولى يعني شي بيقولوا لك كانوا يفكروا مثلا أن الله جالس بكهف على الجبل بعدين صار هلا صار السماء وين بالسماء طيب طلعنا صار على الأمر بعدين طلعنا هلا صار مورها الحبيب مفهوم أن الله في القرآن يرمي الشياطين بالنجوم التي جعلها رجوما للشياطين دليل على أن الله داخل الكون تبعنا حسب الرواية الإسلامية داخل الكون تبعنا تعفش يعني الله يرمي الشياطين بالنجوم؟ يعني مثل ما قال لك هامان بيتلسكوب أبو 200 دولار فيك تشوفه لأ الله هو كابش سهم وعبي ضربه لازم هاي معناها لأنه احنا عم نشوف هاي الشهو بقدام عيننا فينا لازم نرصد المصدر تبعها إلا إذا كتقل لي بأنه الله عم بيضرب هذا السهم من ما وراء تسعة فاصلة خمسة مليار سنة عند البيك بانك وما وراءه أيضا بسبع سماوات تانية عم بيضربه للنجم من هناك ليدرب الشيطان تبعنا بهذا البعد يعني عم بيضربه بالسهم من بعد آخر عم يجي بنها بعدين شوف هاي الخطة انت دبعا الإلهي اللي جعلنا السماء صقفا محفوظة من شو محفوظة أخي هامز محفوظة أنه ما يطلع الشياطين يتسللوا ليسمعوا خطط الإلهية فشو القصة؟ كل شيطان بيطلع لا يستمع ألحقناه شهابا الثاقب شوف الخطة الإلهية انت الله حابب يسكر السماء بشكل الشياطين ما تصل ملأ طريقة غير أنه يجيب أسهم يضرب فيه الشياطين اللي عم بتطلعهم ما عنده سيطرة على هاي الشياطين عم ما يبدو بيخليه يتسافر بالفضاء مثلا بعدين بالحديث بيقلك بأنه في شياطين بتنجوا من السهم طبع الله فشو بصير؟ بتروح بتأخبر المشعوزين بتأخبرهم بالأخبار هذا الحديث الـ طبع مسلم طبع السحرة والـ تماما بيسمعوا بعدين الملائكة بتخبط أجنحتها طبعا عنده أجنحة بقعد ما فيه هواء كمان هاي أحد الشغلة وبيكذبوا على بياخدوا المعلومة من الله وشو اسمع؟ يعني بيسمعوا مثلا بيتجسسوا بياخدوا المعلومة بدل ما انه يعطوها للساحر هيك بدون ما يكذبوا مشان يصدقوا انه ويكفروا لا بصيروا يكذبوا عليها طب ليش؟ ليش ليكذبوا؟ غير هيك حبيب الفكرة انه الله هو هذا تفسير الإسلامي طبعا انه ليش أحيانا السحرة بيعرفوا الشي الصحيح؟ طبعا لأنه الشيطان يلي استمع من الملأ الأعلى نفد من السهم الثاقب وراح خبر هات فأحيانا بيصيبوا مش عوزينوا أحيانا لا ليش؟ لأن الشياطين مو دائمة بتجيب لهم حديث صحيحة لا لا بيجيبها بس بيكذب عليها الشيطان غير هيك أحيانا بيجيبها صحيحة وبيقول له هيها صحيحة لهيك أحيانا بيطلع صح وأحيانا غلط بشوف المشكلة وينها المشكلة بيحط لها تسعود كذب بيحطها بيحط لها تسعود كذب أحلى رواية هاي لكن شوف المشكلة وينها انت إله الكون القادر على كل شيء خلق السماء وخلق الشياطين وخلق اللي عم يتسللوا واخترع لهم طريقة انه يحمي السماء تبعه من هاي بانه يسرقوا انه يضربهم بأسهم وأحيانا بيفشل إله الكون قادر على كل شيء أحيانا بيفشل مع كل هالاختراعات العبقرية تبعا هذه بطيء وريكويل عالي لا أصدقائي ما بيعفش يعني وريكويل هي رواية يعني شلون الله خالق الكون اخترع هاي الآلية وبيفشل بنفس الوقت أحيانا الشيطان بينفد من السهم تبعه بيقول لك بيكون في شيطانين هربانين فبيضرب السهم عم بيضرب بأول شيطان الثاني بيهرب يعني الله ملقى طريقة يضرب الشيطان الثاني لا في شيطان في شيطان تدير توقف وتسمع عارفات شو فبيضرب عليه الشيطان بمصر روشيب بيهرب فهي أحلى شلو وصلنا له هاي اللي هون نحنا وصلنا من من سبب السماوات سراء وكذا مهون صديقي القصة كلها غيب هاي كلها أمور غيبية يعني اكمل شيخي طبعا كله كله عليه أدلة قطعية هاي الأمور اللي يوجد فيها ريب يعني طبعا مو تفكر هيك رواية فقط تكون خلطة ها كله عليه أدلة ها خلاص الفيديو طبعا شو الدليل على الموضوع نذكوره بكتاب جبناه من شخص فات على كهف وطنق قال بكاح الصغيرات شيء محلل وقطع اليدين شيء إيجابي وبعدين أصدقاؤنا ساخوه عن بعض وتخانعوا عليه 24 سنة ما هذا بيعرف شو هو الكتاب بعدين وصل لعنا بطريقة سحرية ما هذا بيعرف شو هي وهذا هو كتاب الله وهذا الدليل حتى يعني طبعا أثابك الله خيرا اسمعت لي موقع شو أخي هامس يا أصدقائي بلو يا عرآن؟ بس عم بيعكس عم بيطلع كأني عرآن معنا الله وطيزكم أصدقائي مشاهدين مو كلكم يعني بس الأطياز التي تحتمل اللعنة موقع قدمين أخي هامس موقع قدمين الله الله عنده قدم عنده قدم أنا ثبت ليك ثبت لله أنه عنده قدم واحدة بس ما تناخبت له أنه عنده قدم ووجه ويدين وجه وكلتا يديه يمين يعني هايك بسفق الله بس الفكرة أنه الفكرة أنه يعني إذا كيان عنده وجه كوجه البشر ويد كيد البشر ورجلين قدمين قدم بشر هل تخيل الباقي يكون يعني كثير بده تحزير يعني بده تفكير عبقري ما بينه شو هو الباقي وعنده طيز يا جالس على العرش كرسي جالس هاي كرسي الله جالس إذا وسع كرسيه السماوات والأرض هو الواسع وكبير غير شكل هاي البوتي الجوسي بوتي عنده حبيب الفكرة أنه هذا تصور بشري بحت أصدقائي ممكن في ناس أقول إيه شو معاشبك الله هيك شكله هذا تصور بشري بحت شو هو الشي اللي خلق الكون طبعا إنه معان ممنع شو هو أكيد مثلنا وخاصة الرجل أخي هامز مو الرجل هو مسيطر بمجتمعات القديمة ولو أثنا الحالي للأسف فبما أنه نحن رجال أقوياء هو رجل أيضا كمان لكن أكبر منا بالحجم هذا تصور بشري بحت إسقاط بشري بحت للجهل ده مع البشر نحن نجهل كيف الأمور نشتغل فإسقطنا أشياء بتتناسب مع أفكارنا أشياء نحن شايفينها قدامنا نحن شكرا الله أعلى وعالم طبعا شكرا شكرا شكرا